فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال عند الذكر عند ذكر الله عز وجل عندما يذكر الإنسان ربه فإنه يخفض صوته لأن هذا يدل على الإخلاص من ناحية وأيضا يمنع التشويش إذا كان بجانبه من يذكر الله خصوصا إذا اجتمع المسلمون في المسجد لانتظار الصلاة فإن الذي يذكر الله يخفض صوته أو يقرأ القرآن يخفض صوته لألا يشوش على المصلين والتالين من أمثاله ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون صلاة الليل ويتهجدون متوزعين أو زاعا متفرقين كان بعضهم يجهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض ومن هنا نأخذ أن رفع أصوات مكبرات الصوت في المساجد بتلاوة القرآن أو بالصلاة أن هذا ممنوع لأنه يشوش على المصلين في داخل المسجد ويشوش على الناس وعلى المساجد الأخرى فهذا فيه أذى وليس فيه مصلحة نعم عند ذكر الله قال عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز وعند القتال كما سبق أن الصحابة كان يظهر عليهم السكينة والطمأنينة وعدم الفزع نعم وعند الجنائز وعند الجنائز إذا حملوا الجنازة يكون عندهم سكينة ولا يكون عندهم أصوات أو يقال وحدوه ادعوه استغفروه أو ما أشبه ذلك فإن هذا من البدع المحدثة نعم وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم كانت عليهم السكينة في هذه المواطن نعم مع امتلاء القلوب بذكر الله وإجلاله وإكرامه كما أن حالهم في الصلاة كذلك نعم الخشوع لا يكون برفع الصوت وإنما يكون الخشوع والطمأنينة لخفض الصوت وفي هذا بعد أيضا عن الرياء والسمعة نعم قال وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاثة من عادة أهل الكتاب والأعاجم ثم قدل وهذه زيادة محذور على ما سبق كما أن هذا يشوش على الناس نعم وكما أنه يخشى منه الرياء والسمعة فإن فيه أيضا زيادة على ذلك تشبها بأهل الكتاب والأعاجم ونحن منهيون عن ذلك